أصفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023-2024 وتحديدا بالفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي أصفرت عن فائد كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.800.000 دولار جاء ذلك في بيان رسمي للبنك المركزي حيث أوضح أن فائد ميزان المدفوعات جاء نتيجة حسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 12.1% ليقتصر على مليارين وثمانمائة مليون دولار وذلك نتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع فائد الميزان الخدمي نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة سويس والإيرادات السياحية كما أصفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للدخل بلغ نحو مليار وثمانمائة مليون دولار حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للدخل بلغ مليارين وثلاثمائة مليون دولار في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523 مليون و400 ألف دولار ترجمة نانسي قنقر